السلام عليكم طلاب الصف الثاني المتوسط درسنا لهذا اليوم حل معادلات من الدرجة الأولى بخطوة في مجموعة العداد الحقيقية المعادلات ذات المتغير الواحد إما X أو Y أو Z ورموز أخرى ما هي قواعد الحل؟ هناك فكرة موجودة في الكتاب تضمن إضافة النظير الجمعي وهي الخطوة الرئيسية الصحيحة في هذا الموضوع هناك طريق مختصر للحل أن نوضحها حسب القواعد فكرة الموضوع أوضحها والمرعى الصبورة والذي سأسر بها بالنسبة للطالب سأسر بها فكرة الإشكال فكرة الموضوع لاحظ هنا على المثال الأول وهو 5X ناقصاً 8 سوينا 4X زائداً 8 أوضح بالبداية فكرة الموضوع فكرة الموضوع هو أولى أتخلص من هذا العدد الصحيح اللي هو سالب 8 بإضافة النظير الجمعي فراح أضيف هنا عدنا موجة ب 8 وهنا أضيف موجة ب 8 راح أصل لناتج لديه 5X زائداً صفر هنا سأدي حذب الناتج يساوي لدينا 4X زائداً 16 تكملت الفكر مرة ثانية لاحظ الناتج ويساوي 5X زائداً صفر ماحتاجه هنا أدي أتخلص من هاي الأربعة أكس حتى بقى العدد سألدنا 4X زائداً 16 أضيف سالب 4X هنا أيضاً أضيف سالب 4X هنا سألدنا حذف سألدنا 5X يروح 4X سألدنا 1X يساوي لدينا 16 هذه الفكرة اللي يريد يوضح الكتاب بهذا الترتيب ما هو الفكرة البديلة أو الأسهل بالنسبة للطالب حتى لا يصر أدنى أخطاء في هذا المضوع الفكرة هي بالشكل التالي أن نجعل العداد في طرف والمتغيرات في الطرف الآخر بعد عملية النقل والترتيب هذه الفكرة صحيحة في الكتاب جداً صحيح وهي الأضبط فكرة تستخدم فكرة إضافة النظير الجمعي لكل متغير أو لكل عدد أبقى الفكرة الصبورة أطبق القواعد هنا بالنسبة للمثال حصل على النفس الناتج المثال رقم 1 الحل SOR المثال هو 5X ناقصاً 8 تساوينا 4X زائداً 8 الفكرة بالشكل التالي نجعل العداد في طرف والمتغيرات في الطرف الآخر أنقل سالب 8 للجهة الثانية وأنقل ليقدم وجب 4X للطرف الآخر الخطوة أسميها بهذا الشكل نجعل المتغيرات في طرف والأعداد في الطرف الآخر والأعداد في الطرف الآخر العملية التي نستخدمها نقل وترتيب نقل وترتيب الملاحظة أثناء عملية النقل والترتيب العدد الذي ينقل مع بعض المساواة تضغير الإشارة بعكس ما هي موجودة فمثلاً إذا كانت إشارة سالبة نقلتها للطرف الثاني تصبح الإشارة موجبة كذلك بالنسبة للإشارة الموجبة ذلك نقلتها ما بعد اللي يساوي للطرف الثاني تصبح سالبة والعكس صحيح خطوات الحل رح يكون الناتج ماتنا 5X تبقى من مكانها موجب 4X نقلها لهذا الطرف صار سالب 4X الناتج اللي يساوي ينزل ما بعد اللي يساوي عندي موجب 8 رح نقل سالب 8 للطرف الآخر يصبح أيضاً موجبة 8 من هذا الطرف يحصل لاحظ هذه العملية 5X يروح منها 4X يصبح لدينا 1X ونحن 8 زاداً 8 16 بس هذا الناتج السؤال هنا يتحدث عن لاحظ بخطوتين في R الخطوة الأولى النقل والترتيب الخطوة الثانية الجمع الجبري للحدود المتشابهة إذن صار لدينا هنا نقل وترتيب أشير الهبلون آخر نقل وترتيب هنا صار لدينا الجمع الجبري هنا لدينا الخطوات الرئيسية في هذا الموضوع ثم نكتب مجموعة الحل بهذا الشكل حرف S بالإنجليزي مثلاً لدينا ميم جيم الطلاب يكتبون بهذا الشكل ميم جيم تساوينا العدد 16 بهذا الترتيب ننتقل إلى المثال رقم 2 نطبق عليه الملاحظات اللي أشرنا إلها المثال الثاني أدنى 3Y ناقصاً 12 تساوينا 2Y ناقصاً مطلق سالب العدد 30 الخطوة الأولى القواعد الفرعية في هذا الموضوع 3Y تنزل ناقصاً 12 ساوينا 2Y إشارة سالبة هاي تنزل نتخلص من المطلق سردنا 30 هنا سمع تعريف المطلق تعريف المطلق أو التخلص من المطلق بعد أن نطبق هذه الخطوة النقل والترتيب نقل وترتيب أحصل الشكل التعليم هاي 2Y نقل إلى هذا الطرف سالبة 12 نقل إلى الطرف الآخر ساعدنا 3Y ناقصاً 2Y ساوينا سالبة 30 لأنها بقى تم مكانها زائدنا 12 بعدها الجمعة جبري للحدود المتشابهة 3Y يرح من 2Y وقعدنا 1Y الإشارة للمطلق الأكبر أخي الإيدي على الإشارات 30 هي الأكبر إذن سالبة ونطرح الصغير من الكبير 30 يرح من 12 وقعدنا 18 مجموعة الحل حرف S تساوينا سالبة 18 هنا جبري الحدود المتشابه وهنا أدنا ناتج هنا خطوات الثلاثة رئيسية في الموضوع إضافة لها مجموعة الحل ثم الخطوات الفرعية التي تظهر أثناء عمليات التبسيط المثال الآخر هو المثال رقم 3 أدنا 20 بدأ بعدد 20 زائد الـ 2H الناتج يساوي 3H ناقصا 3 التربية اكتب داخل القوة الصغيرة للتوضيح بهذا الشكل خطوات الحل التخلص هنا خواص الأسس تعريب الأسس ردنا 20 زائدنا 2H ثم 3H ناقصا 9 تعريب الأسس بعده الأفضل عملية أن نقلتكم بشكل تالي أن ننقل هذا العدد لتغيير الجهة الثانية وأنقل سالب تسعب هذا المكان مع ملاحظة فرعية بسيطة أشرحه في هذا الموضوع رأس لدنا 20 زائد 9 نقلت 9 سالب الناتج بعد المساواة لدنا 3H أنقل لدنا موجب 2H سالب 2H جمع جبريس لدنا 29 3H رأس لدنا 1H مجموعة للحل ساوي لدنا 29 هذا الحل هو الأفضل هناك حل آخر مبسط أيضا يختلف عنه بخطوة واحدة أشر إلى ابنون ثاني العملية بالشكل التالي 2 أشياء بقيهم مكانها أنقل 3 أشياء سالب 3H سالب 9 أنقل 20 للطرف الثاني سالب 20 2H رأس لدنا سالب 1H حاصل جمع عددين سالبين عدد سالب سالب 29 نضرب المعادلة في سالب 1 رأس لدنا موجب 1 يساوي النموجب 29 مجموعة الحل تساوي 29 الحل الأفضل هنا هذه قواعدنا صحيحة هنا أحتاج أن نعمل يضرب في عدد سالب لأننا تحصل على قيمة المتغير هذه الفكرة بهذا الموضوع المثال المثال رقم 4 المثال رقم 4 2X زادنا 2 جذرة 3 ثلاثة يساوينا X ناقصا ثلاثة جذرة ثلاثة أنقل X للجهل بهذا الترتيب الحل S-O-L النقل والترتيب صردنا 2X ناقصا 1X سالب 3 جذرة 3 سالب 2 جذرة 3 جمع جبري للحدود المتشابهة صردنا 1X 1 موجة بالإشارة للمطلق الأكبر حاصل جمع عددين سالبين هو عدد سالب نجمع فقط الأعداد 5 جذرة 3 مجموعة الحل حرف S سالب 5 جذرة 3 أي أننا لا نحتاج أن نضرب في سالب 1 هنا ضربنا في سالب 1 لأن كانت قيمة المتغير سالبة هذه الملاحظة الفرعية في هذا المثال ننتقل للمثال رقم 5 المثال رقم 5 نعرف المطلق أولا رسلتنا 3 حال مباشرة هنا قريب صردنا 3 الناتج يساوي لنا 10 نجد الجذرة التكعيب للأدد السالب عندما الإشارة تطع للخارج بهذا الشكل نحن نقوم بخطوة إضافية سالب الجذرة التكعيب للأدد الثمانية هو اثنين نعرف بهذا الشكل نضرب الإشارات في بعضها نفتح الأقواس رسلتنا 3 أم يساوي لنا 10 زائدنا 2 أم جاء من عملية الضرب ننقل للطرف الثاني رسلتنا 3 أم ناقصا 2 أم يساوي لنا 10 1 أم يساوي لنا 10 مجموعة الحل يساوي لنا العدد 10 بهذا الترتيب لاحظ الخطوات على الأقل خطوتين رئيسيات في الموضوع الخطوة الناتجة هي كتابة مجموعة الحل في بعض الحالات تحتاجين لاحظة هنا ضربنا فيه سالب واحد هنا يحتاجين تعريف الأسس هنا يحتاجين تعريف المطلق وهكذا في مثال آخر قد نتعريف الجذور والمطلق ويكون هناك ثلاث حالات في مكان واحد ثم استخدنا فكرة فتح الأقواس إذا سبقت الإشارة السالبة لقوس تغير إشارات ما بعده بهذا الترتيب هذه قواعد الحل صحيح اسم الموضوع حل المعادلات بخطوتين المقصود بها خطوات رئيسية تتضمن النقل والترتيب والجبريل الحدود المتشابهة النقل والترتيب أصل الفكرة هي إضافة النظير الجمعي للعدد مرة للمتغير مرة أخرى وحسب الحاجة إلى اللقاء بالدرس القادم إن شاء الله زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة